انت ليك سولات وجولات كتيرة جدا مع منتخب مصري معنا احنا ومع الجيل اللي انت كنت بتلعب فيه احنا معنا تقارير اولا لمحمد حشيش اللي هو كان زميل الكفاح ليك منتخب الشباب منتخب الشباب هو برضو لو معرف انت موجود معنا لك لا انا نازم اتكلم مع عركاته الانست ما يقول ايه ونرجع بعد كان اتكلم على ذكرياتك مع منتخبات مصري ايه والسفريات والكلام ده اضحك ها احنا هتكلم عن يعني واحد من عز اصدقائي عشرة عمر مش عايز اقول كم سنة عشان هكشف سنه بقى وكده فيعني انا ما هقول برضو يعني احنا يعني انا وعلاق نعرف بعض من تقريبا نص السبعينات كنا طبعا احنا نفس السن سن واحد فكنا بالتالي بنلعب في نفس الفرق العمر السنية الوحدة انا طبعا في النادي الاهلي هو في نادي الشمس وهو كمان كان بيلعب رأس حربا وانا بيلعب مدافع فانا تقريبا بنلعب على بعض يعني فبا يعني ابتدت بقى علاقة بيننا وبن بعض هو طبعا يعني كان من اللعبة الكويسين جدا جدا في العمر السني ده وكان رأس حربا يعني ناموزاجي وهداف من صغره استمرنا مع بعض بقى طبعا دخلنا بعد كده منتخبات القاهرة مع بعض تعرفنا على بعض اكتر من خلال طبعا المنتخبات الى ان وصلنا طبعا لمنتخب مصر للناشيين وقضينا بقى مع بعض فترة كبيرة قوي وكنا قرب يعني رحنا بقى طبعا مع بعض سفريات وبطولات افريقيا وكده قربنا من بعض علاق شخصية جميلة صاحب صاحبه راجل له مواقف كتير الحاجة الوحيدة بس اللي فيه ان هو يعني عصبي زيادة عن لزوم وكنت دايما اقول له يعني العصبية دي بت ممكن تخصرك حاجات كتير انه هو مش قادر يشيل موضوع العصبية المهمة طبعا جي حظي كمان كويس ان انا بعد النادي الاهلي سفرت ورجعت لعبت في المقولين العرب وكان علاق طبعا في المقولين العرب فارتبطنا طبعا زيادة بعض لعبنا فترات في نادي المقولين العرب وعايز اقول معلومة بستسيبها طبعا ان اهدي الخيط وبعد كده علاق يتكلم يعني عليها هو كان علاق هيجي النادي الاهلي وحصل كده موقف او ظروف معينة راح نادي المقولين العرب وطبعا تقلق جامد مع المقولين العرب وخد بطولات افريقية وبطولات كتيرة والمفرقة الغريبة كمان اللي علاق اكيد هيتكلم فيها ان هو وصلت المرحلة ان هو لعب منتخب مصر وما كانش بلعب في النادي بتاعه كان ايام طبعا علاق عارف دلوقتي وطبعا ما اسمع كلامة يضحك مع مايكل ايفرت وكده كانش بلعب في النادي انما طبعا كان فيه قناعات به من الكابتن عبدالصالح الوحش وكان بلعب اساسي في المنتخب وعمل نتائج كويسة طبعا فلاق ذكرات كبيرة جدا جدا مع علاق يمكن فيه بعض اللعبية حتى في المنتخب الناشين خلاص بمجرد من المنتخب يعني خلص او انتهى وكل واحد راح النادي بتاعه انتهت علاقتنا النمع لا استمرت يعني معاه طبعا رحلة عمر والغاية النهاردة عمر علاقاتنا طبعا يعني ما تقطعته لنا اصحاب مشتركين بيعني لو ما تجمعناش انا هو لأ بيجمعونا فربنا طبعا يديم المعروف وبقول له ربنا يوفقك فيه اللي جاي انت قيمة كبيرة علاق وبعدين علاق من المدربين او من الشخصيات الكراوية في الوسط اللي ما اختلفش عليه اتنين يعني تلاقي الناس كلها بتحبه لان هو علاقاته كويسة بالناس كلها يعني هتقول لي ايه لتزميلك محمد حشيش؟ اولو بقول له حمد الله عالسلامة وكان فيه؟ كان عيان كان عيان ايه؟ احنا بنكلمه على طول لا لا كان عيان مضحك عليك ولا كنت عيان؟ لا عيان والله كان عيان ايه جات له عزمة كده وربنا سطرها معاك ما انا معرفش انا دي اوه لا الف سلام عليك حشيش والله اول مرة اصلاع من علاق انت بقى اخذ الماك انت بقى اقول له كلمتين اه لا الف سلام عليك وحمد الله على سلامتك حشيش من الشخصات الجميلة جدا ودايما لما انا كنت ماسك قطاع الناشئين في المولين كنت دايما على اتصال بايه؟ بينما سواء كان يعني كان بيختنى بكلام يعني المسابقة كده حشيش اللي عم نعمل كده حشيش بتاع فهو عارف انت من الاصدقاء اللي هما هو برضو كان يكلمي كان بيطلب حاجات كنت بعملها له يعني لكن الفترة اللي احنا كنا فيها مع بعض بالذات ايام متاخب الناشئين دي كانت من احلى ايام اللي رعته كالس علم في استراليا رعته كالس علم في استراليا فعشان يتسرح كنا لازم نجري فاول ما حط ايده في جيبه حشيش يقولي هنجري اوه بس فلا ايام جميلة من احلى ايام عمر ايام ممتاخب الناشئين دي اشتركوا في القناة